جهود متواصلة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم. وفي هذا الصدد أعلنت مؤسسة راعي مصر عن توزيع ملابس جديدة على الأطفال والأسر الأولى بالرعاية. مؤسسة راعي مصر أشارت إلى إطلاق مبادرة ضمن جهود التحالف التي تستادف توزيع ملابس على خمسة ألف طفل داخل محافظة المينيا بمناسبة أعياد شم النسيم والقيامة المجيدة لإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم. نحن موجودين في محافظة المينيا في مبادرة فرح قلبي بنفرح قلبي خمسة ألف طفل بالأعياد وبنوزع عليهم طقم كامل من الملابس وزي ما أنتم شايفين فيه بلالين وفيه ألعاب وفيه أفراح وفيه حلويات. فالنهار ده كمان يوم مميز جدا لأنه قرب الأعياد وأعياد شم النسيم وأعياد القيامة. هذا وقد طالت مبادرة مؤسسة راعي مصر مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وصملوت وأبو قرقاص وملوي في محافظة المينيا ضمن جهود التحالف الوطني. احنا في مبادرة فرح قلبي وطبعا احنا بنعملها على أياد قمنا قابليها طبعا بتوزيع عياد رمضان قبل عيد الفطر وبنكمل المسيرة مع إخواتنا المسيحيين زي ما أنت ناضر كده وبنعمل برضو اليوم المعارض زي ما أنت شايف بنضموا مركزين هنا مركز المينيا ومركز أبو قرقاص للأسر الأولى بالرعاية. احنا دايما بنختار الأسر الأولى بالرعاية بنجيبهم وبنجيب الأطفال وبنفرحهم بالعيد وبالاحتفالات بنديهم لبس خارجي ولبس داخلي وكتشات وشربات ومش نسينا اللعبة على الحاجة الحلوة. مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمثل بلورة للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.